بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له تعظي من لشانه واشهدوا أن نبينا محمداً عبده ورسوله أدعي لرضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله إخوان المشاهدين الكرام في برنامجكم رب يرجعون نعرض في هذا البرنامج وهي الرحلة المحتمة على كل إنسان ألا وهي الرحلة إلى الدار الآخرة إلى دار المستقر عند الله عز وجل إلى الجنة التي طابت وطاب نعيمها أو تكون الرحلة لأهل المعاصي التي تكون لجهنم وبئس المصير هذه الرحلة يجب علينا أن نعد لها العدة ونتزود لها الزاد والزاد يكون بالأعمال الصالحة فانقضاء الآجال سريع ما بين غمضة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال أنت تعيش في هذه الدنيا فإذا جاءك أي مشكلة أو مرض عضال تنظر إلى الدنيا كأنها لمحة بصر ولذلك الناس إذا رأوا القيامة عرفوا قصر أملهم وأعمارهم يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة يعني كأنهم لبثوا عشرة أيام ثم قال أحدهم نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما وكأنه في هذه الحياة الدنيا في السنوات الطوال الذي عاشها قال ما عشت إلا يوما واحدا وقال الثاني ما عشنا إلا عشرة أيام فسرعة انقضاء الآجال وذلك جاء في الأحاديث الكثيرة أن آخر الزمان الأيام تتعاقب وتسرع قال فالأسبوع يكون كالشهر والشهر يكون كالسنة واليوم يكون كأسبوع وكذلك اليوم يكون كساعة لذلك دل على أن الأعمار تنقضي بسرعة وقد جاء في الأحاديث الكثيرة بوصف النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأيام المسرعة فقال فالسنة تكون كالشهر والشهر يكون كأسبوع والأسبوع يكون كاليوم واليوم يكون كالساعة فالأيام مسرعة والأعمار تجري وهذه الدنيا ثانية وذاهبة وهذه القبور قد حفرت وأنساج الأكثار قد خيطت وما نأتي في هذه الأيام إلا وقد كثرت هذه الجنائز فجنائز غد تتنفس الآن وسأتي هذا اليوم العظيم لكل أحد حينما تقوم قيامة الصغرى كما ذكر ذلك أهل العلم أن عندما يقبض هذا الروح قامت قيامة هذا العبد وهي القيامة الصغرى والله تبارك وتعالى قال عنهم قالوا كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادي فقال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون يعني هذه الأيام لو كنتم تعلمون هي قليلة بالنسبة للآخرة التي لا موت فيها يتخيل الإنسان أنها حياة أبدية سرمدية في نعيم مرغد وعيش هني في آخر حياتي لا يوجد هناك موت وينسى هذا الموت لا يؤمرون إلا بالتسبيح والتحميد بل ويلهمونه إلهاما كنفسهم أنت الآن هل تجد صعوبة في تنفسك لا تجد صعوبة لأن الإنسان الطبيعي لا يوجد فيه صعوبة كذلك التسبيح فيسبح ويحمد الله تبارك وتعالى بسهولة ويسر فاصلون إخواني الكرام ونواصل فكونوا معنا رجعنا لكم إخواني الكرام بعد هذا الفاصل يقول بعضهم في محكم التنزيل أنهم حينما يحكون عن أنفسهم في هذه الحياة الدنيا وهم قولوا الله عز وجل ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة الحياة الدنيا لعاشة ستين سبعين سنة يقسم هذا المجرم أنه ما لبث إلا ساعة واحدة وهذا إن دل أنه ابتعد عن طاعة الله جل وعز ولم تكن له من الصالحات ولا الأعمال الطيبات التي تقربه عند الله عز وجل فإذا غرغرت الروح وفاضت إلى بارئها جاءت الأحكام الفقهية الأخرى ألا وهي تغسيل هذا الميت والصلاة عليه ولذلك كان الذي يصلى عليه هو المسلم الذي هو مصلي ولذلك قيل لتارك الصلاة إما أن يكون تاركها لأنه جاهد لوجوبها وهذا يكفر بجماع المسلمين وإما أن يكون تاركها تكاسلا فغلب عليه أنه لا يصلي إلا إذا رأى الناس يصلي وصلى معهم أو يصلي يوما بالأسبوع أو يؤخر الصلوات فلا يصلي إلا قليلا وهذه كصفات المنافقة وقال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في محكم التنزيل قال وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدَ وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَمَاتُوا وَمْ فَاسِقُوا فهؤلاء للذين أظهروا النفاق فكيف بالذي يترك فرائض الله عز وجل بل قالها العلم أن تارك الصلاة لا يغسل ولا يكثل ولا يصلى عليه ولا يورث ولا يورث وامرأته تطلق عليه لأنه تارك لشيء معلوم من الدين بضرورة ويأخذ بجنازته أو جثته فتلقى في البر هذا جزاؤه في هذه الدنيا فما جزاؤه في الآخرة عند الله تبارك وتعالى ما هي أعماله وهو تارك لفرائض الله عز وجل مضيع لحدود الله تبارك وتعالى ثم يؤتى بهذا المؤمن وانظر إلى كيف هذا المؤمن الذي هو يحافظ على طاعة الله عز وجل يؤتى فيغسل ويكثن ويطيب بأحلى الطيب وأحسنه ثم يذهب فيأتون فيصلون عليه جماعة المسلمون قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى على الرجل أو على الميت أربعون لا يشركون بالله شيئا دخل الجنة وكانوا له شفعاء فيشفعون له يوم القيامة لأنهم لا يشركون بالله عز وجل فيحرص الإنسان على الاستكثار من الصالحين ومن عباد الله المؤمنين لأن يأخذ بأصحاب الغفلة والفاسدين والمفسدين ثم يؤتى فيصل عليه والصلاة هي صلاة فيها تكبير يقف على رأس هذا الميت إن كان رجلا ويقف في نصف المرأة إن كانت أنثى الميتة فيكبر أربع تكبيرات التكبيرة الأولى يقرأ بصورة الفاتحة ثم في التكبيرة الثانية يقرأ بالصلاة الإبراهيمية وهي اللهم صلي على محمد وعلي محمد كما صليت على إبراهيم والإبراهيم إنك حميد مجيد بارك اللهم على محمد وعلي محمد كما باركت على إبراهيم والإبراهيم إنك حميد مجيد ثم يكبر بعدها وهي التكبيرة الثالثة فيدعو للميت بما شاء واعلم أنك كلما دعوت لهؤلاء الأموات فإن لك ملك يقول لك ولك بالمثل تقول اللهم اغفر له يقول لك الملك ولك بالمثل اللهم ادخله الجنة يقول لك الملك ولك بالمثل اللهم حاسبه حسابا يسيرا يقول لك الملك ولك بالمثل ثم يكبر التكبيرة التي هي الرابعة ثم يسلم على يمين ثم يذهب بهذه الجثة وهذه الجنازة إلى القبر فيدهن ثم بعد ذلك تأتيه فتنة القبر وأحوالها هذا بذل الله عز وجل ما يكون بذل الله عز وجل في الحلقات القادمة هذا بالله أعلم وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر